السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام ومتابعي قناة فان تربيه الطيور مرحبا بكم الى حلقة جديدة ودرس جديد طبعا موضوع حلقتنا اليوم موضوع مهم وعم نحكي اليوم عن كورس التجهيز وكورس تخصيب البيض كثير مننا عم تصادفنا مشاكل ومن ضمن هذه المشاكل انو البيض عم يطلع غير مخصب شو السبب وليش وفي معلومات راح تسمعها لأول مرة بهذا الفيديو حكيت اكتر من مرة او اكتر من فيديو حكيت فيه وقلت لكم عن موضوع التخصيب قد نالكن انو لازم نستخدم هاي المواد للتخصيب وضمن كورس وهلا راح اعطيك هذا الكورس بشكل مفصل ولكن في سبب رئيسي لموضوع عدم تخصيب البيت كلياتنا عم نجهلوا وكلياتنا ما عم نطبقوا عطيورنا فالمشكلة عم تكون بيض غير مخصب عبد بيض لأنت مثلا اربع بيضات ممكن بيضتين عم تخصبوا وثلاثة لا او وحدة واربعة لا ليش شو سبب طبعا السبب هو التجهيز السريع التجهيز السريع ولما انت بتستخدم لطيورك مواد من الكيميائيات او الطبيعيات او تعطيك كورس مكثف للطيور لحتى تجهزه بشكل سريع عب تؤدي لهذا الموضوع واحد حكي عنه وايضا عملية تجهيز الطيور بشكل سريع وبشكل غير مدروس عب يؤدي لموت الفرخ داخل البيضة وعب يؤدي للنقطة السوداء وعب يعدي ايضا في بعظم الاحيان الى اذا خرج الفرخ الموت بعد الخروج والسبب لهذا الامر انه طيورنا ما كانت جهزة لعملية التزاوج ورحنا نحنا جهزناها بشكل سريع فلذلك الامر الحصيلي عب تكون على الشكل التالي اما بيض غير مخصب او بيكون في عندي فراخ معاقة بشكل انه تموت بعد ما تطلع من البيضة فلذلك الامر اخوة الكرام عملية التجهيز لازم تكون مدروسة ولازم تكون بشكل صحيح وبوقت مناسب طيب يا ابو النصر شو هي المواد المقدمة وشو هو الكورس اللي بتحكينا عنه اليوم طبعا الكورس هو بيكون له مدة 15 الى 20 و شهر يعني حد اعلى 15 و حد اقصى شهر طبعا اخوة الكرام لما اقدم لكم انا مواد وبقل لك هاي المادة مرتين في الاسبوع او هاي المادة مرتين في الاسبوع فاتأكد اخي العزيز انا عم بعطيك شيء لقدام يعني ما بيصير انا احكم لك بضمن الاسبوع اعطيك خمس علاجات او عفوا خمس مناقيع او خمس ادوية او خمس فيتامينات انا بقل لك مثلا على سبيل المثال الحلبة مرتين في الاسبوع الزنجبيل مرتين في الاسبوع المادة الفلانية مرتين في الاسبوع المادة الفلانية مرتين في الاسبوع فانت بتقلي ابو النصر يا زلم يحصل عندك 13 يوم بالاسبوع يعني انا بقل لك يومين اعطيت انت مثلا 3 و 4 ريحت الطائر يومين ترجع بتعطيه انت للطائر منقوع اخر هاي فكرتين من موضوع يومين في الاسبوع وليس انه ضمن الاسبوع الواحد اتمنى يكون وصلتكم الفكرة انه نحن نقول يومين في الاسبوع انه على مدار شهر او مدار 15 يوم مو شرط انا احكملك يومين في الاسبوع يعني عطيتني يومين في الاسبوع يا ابو النصر ضل ضمن السبع تيام طيب اليوم جبت لكم عشبة جديدة ومتعتبر من الجذريات هي عشبة الجيسينك او جزور الجيسينك هاي المادة لازم تقدمها لطيورك في مرحلة التجهيز تعمل على تجهيز الطيور بشكل كبير مقدمي وفعالي جربت على طيوري انا شخصيا وقدمت لأكتر من شخص من اصدقائي جربوا وكذلك الامر كان لها فاعلية في عملية تجهيز الطيور تقدم مرتين في الاسبوع سجلة عندك مرتين في الاسبوع طريقة التقديم قطعة صغيرة قطعة صغيرة في مشربية الميت ميلي تنقع لمدة 6 ساعات وتقدم للطائر مدة 24 ساعة المادة الثانية ما نتحدث عنها هي منقوع الطاقة وكل ما تكن سمعتوني وحكيت فيه حلقة اخذت صداء عند العالم هو منقوع الزنجبيل والليمون والعسل والخولنجان طبعا هاي المادة مقدمة للطيور في حال كان عندك عدم تخصيب للبيض كان في عندك مشاكل بالطائر ما فيه جهوزية تقدم ثلاث مرات في الاسبوع ثلاث ايام بشكل متتالي تنعطل الطائر وبتريح الطائر يومين المواد موحجودي في درس واذا بعدك رعطيكها بشكل مفصل وبسيط قطعة صغيرة من الزنجبيل خامس قطرات من الليمون مثلها من الخولنجان وربع معلقة عسل لمشربية الميت ميلي تنقع لمدة اللهم صلاة لسيدنا محمد ست ساعات ايضا وتقدم للطائر مدة 24 ساعة وتبدل يعني جميع المواد 48 ساعة او 3 ايام كل يوم لازم تبدله بالنسبة وبالنسبة لاخر منقوع وهذا افضل منقوع نستخدمه ايضا لعملية تجهيز الطيور هو منقوع التمر والليمون التمر والليمون اخوة الكرام من المناقيع الاساسية في التقديم يقدم ثلاث مرات ايضا في الاسبوع نقوم بوضع خمس قطرات من الليمون فوق منقوع التمر بعد وضع قطعتين من التمر داخل كأس من الماء حتى يتم عملية اللهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تحلل حبات التمر نضع خمس قطرات من الليمون ونقدمها للطائر ايضا مفيد في عملية التجهيز بالنسبة لموضوع المناقيع الاخرى مثل منقوع القرنفول مثل منقوع اللهم صلى الله عليه وسلم محمد الثوم الثوم مع العسل مثل منقوع البصل والعسل هاي المناقيع كلها ايضا بتساهم في عملية الجهوزية ولكن في الى وقت محدد والى طريق التقديم اخرى فيك تشوفها في القناة بالنسبة للبزور اخي الكريم افضل نوع من البزور مصاحب لخلطة البزور هو بزور البريقة وبزور النيجر طبعا بزور البريقة وبزور النيجر اخوة الكرام وبزور القمبز او بزور الكيف والبريلة مساهمة في عملية الجهوزية لهذا الامر نحنا منضيفة ضمن الخلطة شنون منضيفة ضمن الخلطة؟ منقوم بوضع اللهم صلى الله سيدنا محمد للكيلو بريقة حكيناها من قبل 200 غرام قمبز بزور كيف 150 غرام بزور نيجر 200 غرام بريلة اذا وجد ما وجد ما في المشكلة فيك تضع بزور الشوفان بمقدار 150 غرام طيب بالنسبة للخضروات جميع انواع الخضرة للطيور تساهم في عملية الجهوزية جميعها اللهم صلى الله عليه وسلم محمد جرجير ورق الخس خيار اي نوع من انواع الخضرة اذا اكل الطير ساهمت معه بموضوع الجهوزي يعني ما اقول لك هاي نوع الخضرة جميع انواع الخضرة واخر شيء من انتقل معاكن الى اسلوب المربي اسلوب المربي بلعب دور كبير في عملية اللهم صلى الله سيدنا محمد جهوزية الطائر والانتاج من الطائر من شوية عم نحكي لكم ما بس يتجهيز الطيور بشكل سريع طيب اليوم انا حاطت ذكر وانثى في قفص واحد من مرحلة غيار الريش يا هل ترى في مرحلة الجهوزية والانتاج رح يجهزوا معي اكيد لا ما رح يجهزوا معي لهذا الامر عملية الفصل بين الذكر والانثى عملية التشويق عملية تشميس الطائر عملية اللهم صلى الله سيدنا محمد حصول الطائر على جميع المواد والاغذي اللي بيحتاجها داخل القفص عملية وضع الطائر بمكان يرتاح فيه تسميع الطائر للتغريد تسميع الطائر وصوت اناث الكنارة هاي كلياتها ايضا عوامل مساهمة في عملية تجهيز الطائر لهذا الامر تتربع عملية جهوزية الطيور والانتاج من الطيور بتعلق فيك انتي كمربى بالنسبة لموضوع تقديم الباتيه الباتيه صار عليه حكي كتير وصار فيه مواد اخرى وصار فيه عالم تحكي تجيب شغلات جديدة تضيفها فوق الباتيه الباتيه اخوة الكرام وافضل انواع الباتيه هو البيض المسلوق مع الجزر مع اللهم صلى على سيدنا محمد بزور الشوفان اللي بتكون مفتوحة مع بزور النيجر بشكل قليل مضاف اليها اللهم صلى على سيدنا محمد الشواندر الاحمر البروكلي زيت السمسم وزيت حبة البركة هذا افضل باتيه انا قدمته لطيوره حقيقة يعني هذا افضل باتيه انا قدمته لطيوره عملية تقديمه وعملية تحطيره سهله وبسيطه كثير بيضه بشرته جزرتين بشرته قطعة شواندر بشرته ربع معلقة زيت ربع معلقة من زيت حبة البركة القليل من بزور النيجر بالاضافه الى ذلك اللهم صلى على سيدنا محمد القليل من بزور الشوفان خلطناه وقدمناه للطيور وهذا بيكون افضل باتيه للطائر لانه الطائر بيكون انت جميع جميع المكونات الجهوزيه وبالاضافه الى ذلك مع جميع مكونات جهيز الطائر بيكونك انت قللت فرص التشحيم عند الطيور لهذا الامر هذا الباتيه انا بعتبره باتيه نخبة في التقديم للطائر طيب يا ابو النصر انا ما عندي لاوقت ولا عندي فراغ اني انا اجيب هالمواد هاي واخلطها وعملها باتيه وقدمها للطيور شو بتنصحني؟ بنصحك على الشكل التالي بتروح بتجيب اي نوع من انواع الباتيه الماركة المعروفة بتقوم بعملية الباتيه الرطب بيكون افضل بتخلطه مع الجزر او مع شواندر احمر وبتقدمه للطائر وبالنسبة للأيام القادمة في شي بديل للبيض يا ابو النصر مش هم يسيل عندنا مشاكل وامراض السليمونيا وغيره من الامراض المعويه نعم في بدائل وهذا البديل عشتغل عليه وبإذن الله بس توفر بدولته بشكل كبير اني وزعوا للناس رح اخبركم عنه ورح اعطيكم حلقة عنه وتستخدموه لانه حقيقة اوفرنا البيض وبالاضافة الى ذلك مصروف واخف وبالاضافة الى ذلك فوادوا اعظم واكثر لطيور اخوة الكرام هاي المادي بس كانت متوفرة وحزنت مثلا عرفت انا موجودة في الجزائر والمغرب وبمنطقة الخليج العربي بإذن الله تعالى رأى احكي لكم عنا بشكل مفصل لحتى يستفيد منه اكبر عدد من الناس لهذا القدر بكتفى معاكم بهذه الحلقة بتمنى تكون نالت اعجابكم لا تنسون من اللايك والشير والاشتراك ومشاهدة الحلقات السابقة بالاضافة الى ذلك في عندي حساب على التيك توك عب نزل عليه حلقات كاملة عن موضوع الطيور وعملية تجهيز الطيور وايضا فقرات بسيطة واتمنى من كل اخ اجارة من التيك توك يكتب لي في التعليقات ولهذا القدر كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أبو النصر اشتركوا في القناة